المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعلنكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ‫موالría and mention the day when the mountains shall be set in motion they shall be removed from the face of the earth and become as scattered dust Q.56.6 a variant reading for Tussayarual Djabalu as Nussayarual Jabala we shall set the mountains in motion and you will see the earth exposed manifest in full view with no mountain or anything else on top of it 318. And we shall gather them, believers and disbelievers, such that we will not leave out any one of them. 318. And they shall be presented before your Lord in ranks, Safin is a circumstantial qualifier, in other words, ranged so that every community is in a row, on its own, and it shall be said to them, Verily you have come to us just as we created you the first time, that is to say, individually, barefoot, naked and uncircumcised, and it shall be said to the deniers of the resurrection, rather you claim that, A. of Allen, is an, softened in place of the hardened one, in other words, it is to be. Understood as, Anahu, we would not appoint for you a tryst, for resurrection. 121. وَمَا نُرْسِلُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ 221. أو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُوا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 321. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوًا 421. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ 5. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا هُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرًا 6. وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا 7. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ 8. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِنًا 9. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا 10. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا 11. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ 12. حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا 13. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا 14. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 15. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت 16. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا 16. قال ذلك ما كنا نبغر فارتدى على آثارهما قصصا 16. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيادنا وعلمناه من لدنا علما 17. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 18. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 19. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 19. قال ستجدني إن شاء الله صابرا 19. ولا أعصي لك أمرا 20. and it is dependent because it is governed by an implicit Euqar mention when we said to the angels 31. prostrate before Adam a prostration involving a bow, not placing one's forehead down, to the ground, as a greeting to him, and so they prostrated, all, except Iblis. He was, one, of the jinn, some say that these, creatures, are a species of angels, in which case the exceptive clause, illa Iblis, except Iblis, is a continuous one, but it is also said to be discontinuous, since Iblis is, considered, the progenitor of, all, the jinn, having offspring who are mentioned alongside him further below, angels, on the other hand, do not have offspring, and he transgressed against his lord's command, that is to say, he rebelled against obedience to him by, refraining from, performing, the prostration. Will you then take him and his offspring, this address is to Adam and his progeny, the, Final pronominal suffix, ha, in both words refers to Iblis, for your patrons instead of me, obeying them, when they are an enemy to you, in other words, when they are your enemies, waham lakam aduwan is a circumstantial qualifier. How evil for the evildoers is that substitute, of Iblis, and his offspring, in obeying them instead of obeying God. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُآخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْبِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا